أيجوز أن يروى الحديث بالمعنى أم لا يجوز فظاهر ما ذكر أنه يجوز لما؟ لأنه لم يجزم لأن أحد هذين اللفظين هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال الرجل الصالح أو العبد الصالح لا شك أن إحدى هاتين الكلمتين للنبي صلى الله عليه وسلم والأخرى ليست له من لفظه ومن هذا الحديث وغيره مما شك فيه رواه أجاز بعض العلماء رواية الحديث بالمعنى مع الاتفاق على أن الراوية إذا كان غير عالم بالألفاظ ومرادفاتها ومحلها من حيث اللغة فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى لأنه ربما يضع كلمة مكان أخرى ويكون لهذه الكلمة تأثير في المعنى ومع الاتفاق والعهدة على ابن الصلاح فيما قال لا نعلم أن الخلاف واقع في رواية الحديث بالمعنى في الكتب المصنفة فإن الكتب المصنفة لا يجوز أن تروى بالمعنى بل تبقى كما وضعها أصحابها فلا يجوز لإنسان أن يأخذ من مصنف حديثاً كأن يأتي إلى صيح البخاري ثم يأخذ منه حديثاً ويضعه في مصنف آخر بالمعنى وأما ما عدا هذين الأمرين فقد وقع الاختلاف والاختلاف بين أهل الحديث في هذه المسألة اختلاف واسع منهم من يقول بأن رواية الحديث بالمعنى إنما هي في حق الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أسلموا الناس لغة وأقربوا عهداً بنور النبوة فلهم من الفهم ما ليس لغيرهم وبعض العلماء يرى المنع مطلقاً وبعض العلماء يرى الجواز لمن هو عالم بالمترادف بحيث إذا أتى بكلمة بالمعنى تكون مرادفة للكلمة التي في الحديث كما لو قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرها فقال أخضرني فإنها كلمة مترادفة وبعض العلماء يجيز مطلقاً ويستدلون على الجواز بأن الله عز وجل ذكر في كتابه مقولات لمن سبق مع أنها ليست هي نص كلامهم وإذا قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا أي ما سبق مما ذكر من آية وقال بعض العلماء إن هذا يعود إلى السورة كلها إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذه الآيات موجودة بنصها في تلك الكتب ولأن حال الصحابة رضي الله عنهم يجيز هذا ولأن هناك مشقة لو ألزم الإنسان بأن يأتي بالحديث بنصه ونفطه وسدل المانعون بأدل لكن من بينها إما بالاختصار لأن هذه المسألة مسألة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء في الصحيحين عند النوم اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وخوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجى ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت أعادها البراء فقال وبرسولك الذي أرسلت فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام وقال ونبيك الذي أرسلت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى أن يأتي باللفظ وأجاب المجيزون لأن كلمة الرسول لو جئ بها هنا لما أفادت معنى لو قالوا وبرسولك الذي أرسلت فهو تكرار لكن إذا قال وبنبيك الذي أرسلت أفاد معنى آخر والقاعدة في الأصول واللغة أن اللفظ إذا دار بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أولى إلا بدليل ثم إنه يخرج من الخلاف الألفاظ المتعبد بها فلا يجوز لوايتها بالمعنى مثل ألفاظ الأذان مثل ألفاظ الذكر ومن بينه ما جاء في حديث البراء وأضاف بعض العلماء مما لا يجوز روايته بالمعنى جوامع الكلم التي نطق بها عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الإنسان مهما بلغ في علم اللغة ما بلغ لن يصل إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال نخلص من هذا إلى جواز رواية الحديث بالمعنى بالشروط المذكورة وتعلم أن المانعين الذين منعوا رواية الحديث بالمعنى مقصودهم روايته من حيث الرواية أما من حيث الحديث في المجالس أن يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي به من حيث المعنى فلا بأس به ومما يدل على أن الحديث تروى بالمعنى أن الحديث يروى وهو قصة واحدة يروى ب رواية متعددة مع أن القصة واحدة مما يدل على التسامح في مثل هذا عند الصحابة رضي الله عنه لكن إذا أردت أن تستنبط أحكاما يجب عليك أن تنظر إلى النفط بعينه حتى تتعبد الله على بصيره ترجمة نانسي قنقر